قبل شوية مش بديت من تسعة وسبعين من أفغانستان من خلق داعش من وقتها بديت أنتم سنة وفماشيعة ثم من داعش من تسعة وسبعين خلطنا من بعد للعراق شوف هي راي هو الكثير من الحركات المتطرفة كانت وجدت برعاية أمريكية أنت لاحظي جيدا أين هي التنظيمات المتطرفة التكفيرية التي صنعتها المخابرات الأمريكية في سوريا وين موجودة؟ لم تطلق رصاصة واحدة على الكيان الصيونية لأنها صنيعة مخابرتية وهؤلاء ينسبون إلى السنة داعش والنصرة ومش عارف شكوروا أين هم الآن؟ الأمريكان ما ذلك؟ معناها الوهبية الأمريكية؟ نعرف الكثير من الوهبيين يكفرون الشيعة والمداخل كذلك اللي هما المتطرفين من السلفيين يكفرون الشيعة نفس الشيء وغذتها هذه النزعة غذتها طبعا صنعتها وخلقتها هذه الفكرة التكفيري والسلفي رأوا أغلبوا صناعة أمريكية صناعة مخابرتية ما كانش موجود هذا قبل نحن لا نعرف هناك فتنة معناها بين السنة والشيعة كان يعني المذهبية مسألة يعني لا قيمة كلنا مسلمين كلنا يشهدوا أن لا إله الله ولا محمد رسول الله والباقي تفاصيل وهنا النزعة هذه كيفاش تم زرحها؟ لما تشوف أنت يا سماء وهذه مهم بالله يخلي الناس تفهم تقول كثيرون مثلا يركزون والله يفهم بعض الخطابات الشيعية التي تستهدف الصحابة وتستهدف السيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وهذه يعني رد عليها حتى سواء الخميني الإمام الخميني أو رد عليها كذلك حتى حسن صلى الله بل لي قلب هذه الأبواق من أين تبث؟ من يتبث هذه الأبواق؟ من يتبث من لندن قنوات مفتوحة لتغذية ومن يصرف عليها؟ من ينفق عليها هذه الأبواق التي تكفر وتسب وتسب الصحابة وتسب كذلك إلى غير ذلك؟ وهذه يراهي أبواق قنوات شيعية تنفق عليها لمخابرات البريطانية كما فم زد قنوات سلفية أو ذات اتجاه سلفي نفس الشيء تكفر الشيعة هذه كلها صناعة مخابرات صناعة مخابرتية لتغذية الفتنة بين المسلمين يعني شوف راهوا المسلمين ولين نرجع لبركات توفن الأقصى لأنه من بركات توفن الأقصى أقصى المذهبية تماماً يعني أن نزع المذهبين يقولوا شي حبوا كيف تتكلم المقاومة الفلسطينية الباسلة وتقول شكراً للمقاومة اللبنانية شكراً للعراق شكراً لسوريا شكراً لليمن خاصة اليمن يعني ما عادش نحكيه على مذهبية أي مذهبية تولى ما نشوف وإحنا دول أمريكا اللاتينية يعني يدعمون المقاومة ويقفون إلى جانب المقاومة ما يمسرنا هاكم يساريين لكنهم وطنيين ومناظلين ضد الاستعمار مناظلين ضد الاستعمار هذه قوى تحرر رأوا هؤلاء ينظرون إلى هذه القوى كقوى تحرر لماذا نحن مثلاً في جيلنا حتى في الجامعة قبل معناها أن نعتبر الشيكي فارة بطل عالمي ليس بطل وطني أو هو شي منه مثلاً نفس الشيء يعني هؤلاء أبطال وقادة تحرر نفس الشيء كما في الثورة الجزائرية في الثورة التونسية كذلك في الثورة المغربية في مصر في كل دول العالم يعني توماس سينكارا في بوركينا فاسو وغيرة 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 يعني هؤلاء قادة تحرر وطني مانديلا نفس الشيء كذلك في جنوب أفريقيا نفس الشيء الآن يعني هؤلاء ينظرون إلى بالطبع إلى إقاطة المقاومة الفلسطينية كما إلى قادة المقاومة اللبنانية على أنهم قادة تحرر وطني ضد الاستعمار بالتالي الفتنة الداخلية بين السنة والشيعة هي صنيعة مخابرتية غربية بمتياز بش نغلقوا اللقوس راهو ميزمنيش عنو دوا باسو زيستيما ميزمنيش نحقرو من اللعبة الأعلامية واللعبة على التفاصيل من عندهم راهو قبل سبع وكتوبر وفي فترة داعش الفترة سيئة الذكر هذيك يعني نتخيل اللي احنا نمشو في الشارع حتى الهنا في تولس كنت اسمع واحد يقول الله أكبر اتخاف يقول بش يترشق روح شوفوين خلطونا مع ديننا اللي الله أكبر هو أول ما يتقال في ديننا ليجمع المسلمين بش نصليوا بش يقولوا الله أكبر محليها كالحاجة الله أكبر عليه خلطونا غادي راهو قبل سبع وكتوبر راهو نداء الله أكبر كانت كلمة السر بداية حرب وكتوبر 73 كانت كلمة السر بتاع الفريق سعدين الشالدي نداء الله أكبر وانطلقت المواجهة وانطلقت الحرب إذن هنا رأي لعبة الاستعمار على بعض المصطلحات من أجل تزهيد المسلمين في دينهم حتى صارت الشعارات الدينية احنا سماح تتكر وحنا لما في يوم الأحد للفارط لما شفنا طبيعة التكوين الحكومة الصهيونية يعني كلها من أحزاب دينية متطرفة تتبنى مقولات التوراة حتى في السحل وفي قتل يعني غير اليهودي لغير ذلك ومع ذلك لا أحد منهم قال بأن هؤلاء إرهابيين لما المسلمين يمشيوا إلى مصطلحات قرآنية في الجهاد وفي القتال لغير ذلك يصبحوا إرهابي ويصمت هذا الغرب الذي يرى الإبادة الجماعية يعني كتشوف تصريحات سموت ريتش مؤخرا اللي يدعو إلى سحل الفلسطينيين في الشوارع القتل بتحهم ويدعو كذلك يعني شوف أنت الأتباع منها حركة كاخل متطرفة نفس الشيء اللي عندهم حزب هذاك نفس الشيء بتاع يهوديت هذاك اللي اذكرناه نعم يهوديت يعني نفسه يدعون إلى قتل الفلسطينيين ولا يعترفون بهم أصلا لا حتى في حقهم في الحياة هؤلاء لا يقلهم إرهابيون وهم يتبنون بقولات التوراة يعني هذا هو إرهاب بذاته هو إلا بييت هو مؤرخ إسرائيلي هو رجل عقلاني لهو عقل قال أوصلونا إلى دولة التوراة نحن ليس دولة علمانية صرنا صرنا دولة التوراة أو دولة التناخ يعني وصلنا إلى قال منحدر خطير وخطير جدا هؤلاء ليسوا إرهابيين في آيان الغرب أما المسلم عندما يستخدم عبارات قرآنية يصبح إرهابي هذا أوصلتنا إليه هذه اللعبة الأمريكية يعني محاولة لا تعرف عليها الشيء سماع شوف فما مسلم وهم جدا نحن العرب فما قولة هي قالتها قول دميير صحيحة لمحلم مع أنها معناها واحدة شيطان رجيمية اشتو قالت؟ قالت قول دميير قالت العرب لا يقرؤون المفكر المغربي أنا راه جبت لهم أكبر مثال في البرنامج اللي العرب يقرأه جبت بول بيبا سيل شكرا لك برك الله وفيك إن شاء الله إن شاء الله ونحبه وقولكم ما شاء الله عمد بول بيبا يزم نعطيك حقك في القدرة ما شاء الله عليك في قراءة الكتب شكرا لك شو آخر كتاب مرأة ونحبه مش تحكين عليه وبينجو يقول اليوم فهم كتاب ولا لي فهم كتاب شو مرأة على الاستخبارات البريطانية الكتاب الأسود الكتاب الأسود كنا نحكيه وإحنا خاتنا نتحدثوا برشا البرع فقلوا بول بيبا هذا الكتاب زي ما كيفاش نلقاه قل لي قريتو موجود بول بيبا شو هي را قريتو عنده أشتاق قريتو ومتاح معناها هو الكتاب موجود أما شكرا لك طبعا إحنا الواحد ما هو يقرأ من أجل حتى يتطور والإنسان هو في الأصل رانا يزينا نقرأ وخاترنا أمة إقرأ وصلنا لهنا على خاترنا نسينا أن أمة إقرأ راو البرنامج نجح جزئيا يا سيدي نجح شوي راو مش برشا لأنه قائم عليك إقرأ هذي كرا وكان ما نقرأ وشو ما نفهموش نقول لكم نعدي وغناء أول كلمة نزلت إقرأ في الوحي طبعا منها إقرأ هنا لشوف ولا هو القرأة الإنسان يقرأ إلى الوفاة من المهد إلى لحد شوف الفيلسوف محمد عبدالجابري الهوية الثقافية والاستعمار شو قال فيه قال بعد وهذا قال حتى العالم الاجتماعي التونسي على الوهاب وحديبة قال العقل الغربي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي شو عمل في التسعينيات بداية التسعينيات لما انهار الاتحاد السوفيتي ركز على الهويات الثقافية بتاع الشعوب خاصة هنا من أجل تفتيتها وخلق الفتن بينها لأن وجد اللي كل عام بتاع الهوية هو الأساس في المقاومة في مقاومة الاستعمار شفنا في مقاومة الاستعمار في تونس في فرنسا في الجزائر في المصر في كل مكان كان الدين هو العامل القوي في مقاومة الاستعمار الأمير عبدالقادر في الجزائر في تونس نفس الشيء كذلك يعني من حركة المقاومة الوطنية لأنه جيش التحديد الوطني في تونس عبدالكريم الخطابي في المغرب عمر المختار في ليبيا شو عملوا؟ عملوا على قال تفتيت هذه البنية الثقافية إلى غير ذلك التركيز على هذه الجوانب قال هذه المركز خدموا على المسألة العرقية والأمازيق عرب طرشنو وبربر والغاية هي تفتيت كل عوام متع الهوية اللي قاومت الاستعمار مثل ما أذكر وكلمة أختم بها سماع المفكر التونسي الله يرحمه عبدالوها بوحديبة اللي قال أن الاستشراق بدأ مع الاستعمار الاستشراق الغربي علش بدأ من الاستعمار شوه الغاية متع الاستشراق كانت والكثير من المستشراقين كانوا يريدون الضرب الهوية الثقافية بتاع الشعوب يعني كتشوف أنت كتاب نودلكا والتاريخ القرآن كل ضرب للإسلام والمسلمين اللي غير ذلك يحبوا يزهدوا الناس في دينه ومش ما يقوموش لأنك كانت أنت شنو الوسائل بتاعت شنو اللي خلى كتاب القسام والجهاد الإسلامي والجبه الشعبية وكل فصائل مقاومة شكون يتحمل هذه الهماجية تطيل تسعة أشهر لولا الإيمان شنو اللي يخلي ناس تسعة أشهر في الأنفاق يعني هدم مدارس هدم معام هدم حتى أبسط مقاومة الحياة مش موجودة بول إيمان بالله تعالى وكل عقيدة هذه الإيمانية القوية هي اللي تخليهم بهذا الصمود الأسطوري عنده وسائل يخي يعطاوه العرب بالوسائل باش يقاوم هذا العدوان اللي همجي هو واضح وفي كل هذا احنا هتنفكر مرة أخرى راهوا لتهمنا لمذهب ولا طوئف ولا بلدين ولا الجغرافيا ولا تاريخ ما يهمنا هو من يقف مع المقاومة طبعا وراهوا المقاومة اللبنانية تعنينا والمقاومة اليمنية تعنينا والمقاومة السورية والمقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية راهوا احنا مع تحرير أراضينا من المحتل العدو بالطبع يعني هذا خطر جنوب إفريقيا يكن قولوا يعني هم ساحة حد ما يقول لنا ما همش مسلمين ولا مسلمين ولا الشيعة ولا سنة ولا غير تحكي على بلد أخرى ولا يهمنا ولا ألوان ولا طوائف ولا كما قلت لكم جغرافيا ما يهمنا هو دحر هذا العدو من كل أراضينا العربية المسلمة المحتل كل الأراضي امتعنا راهوا كيف نحكيه على هضبة الجولين تعنينا كما تعنينا غزة غزة بالطبع كيف نحكيه على جنوب لبنان كيف 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 نحكيه على اليمن الجريح كيف 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 نحكيه على العراق اليوم ولي صاير في العراق راهوا يعنينا كل هذا وإن شاء الله نهار نخلطون وليه شمعنيها شعب عربي واحد وأمة واحدة وليمس شبر من أراضينا يمس الناس الكل بول بيبين النقطة راح نعملوا حلقة غدوة نحكيوا فيها على الصفقة والمقاومة على المقاومة على الصفقة بتاعلى هو شوف سماح منه فقط كيدي يقول لي بلينكين رأني زيارة بلينكين اليوم إلى قطر معنها على علاقة بالتصعيد اليوم في جنوب لبنان تصعيد رهيب وخاف خفت تنسيني بول بيبا أي تفضل على أهمية تحليل كنولي ننسى الآن سأسكت ننسى قليلا 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 متحياة صديقي جدا عيسى مشاويل ماذا بعد شبه التوسيع خلنا نقولوا مزان بنحكي وش عن التوسيع لكن الضربات اللبنانية بلينكين الذي يسرع إلى قطر قطر اليوم في التصريحات مثلا تقول رهو على الوسيط أن يضغط على الكيان وعلى حماس هذا سمعناه اليوم من قطر قال نحن روكين فما ضغط نضغطه على الجهتين ولكننا سنكتفي بدورنا كوسيط بلينكين عاد مسرعا لأن إسرائيل في خطر ولأن إسرائيل أمريكا عندها الأجهزة امتحها وعندها وسائلها وتعرف جيدا ما الذي حققه حزب الله اليوم حزب الله ضرب ضربات موجعة جدا للكيان الصهيوني بطبيعة توسيع الحرب هو قرار أمريكي وأمريكا طبعا نتنياهو الآن في الوحل في غزة لن يجرع على حزب الله بلينكين هو يتصرف كناتق رسمي باسم الخارجية الإسرائيلية بلينكين يتصرف كناتق رسمي بلينكين شو قال بلينكين يعني كتشوف الفرق بين بلينكين تصريحات بلينكين ومشتشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان بلينكين قال رد حماس غير مقبول وغير ممكن وهذا يعني بينما إسرائيل قبلت الصفقة بعده بشوية المشتشار الأمن القومي سوليفان قال أن حماس تطالب يعني رد حماس فيه مطالبة بتعديلات طفيفة وسننظر في الأمر إلى غير ذلك إذن بلينكين يتصرف كوزير خارجية لكيان الصهيوني بلينكين هو قدم نفسه من البداية قال جئت الآن يعني عام 8 أكتوبر قال كيهودي وبلينكين كان يتصور اللي حماس هو مستنس من القادة العرب في الشرق هنا عندما يأتي إلى هناك يقول له نعم لا هذه حركة مقاومة قالت لك لا لا قالت لا بصريحة عبارة هو تعود على نعم تعود على الموافقة قالوا له لا هذه حركة مقاومة ما عنداش مقاومة مش مقاولة بالتالي اللي هنا صدمة ما كانش يتخيل هذين إذن فبالتالي وهنا تجيل العبارة الشهيرة رو قات المقاومة تعلموا من التاريخ يا سماح تعلموا من التاريخ رو شوف وأنا والله السنوار هذا الشخصية السنوار والله العظيم من المفروض هذا القائد يعني سيصبح أسطورة في المستقبل وأكد لكي سيصبح أسطورة السنوار صدقني يعني هو هوشي منه جديد رفض كل شيء كل التنازلات تعرف هوشي منه شكال في المفاوضات مع الأمريكان رأي حرب بيتنام من 63 إلى 72 وعطاوه العروض وعطاوه العروض اللي ما تصوراش في بالك رو ميته 3 ملايين في اتنامي ما فماش حجرة على حجرة قعد في بيتنام وقالت دي ما يطلبوا مننا الأمريكان والله نخذوا فترة مرحلية ونخذوا قال لا ما فماش مرحل ولا وجودة هذه والله نعملوا هدنا ونعمل لا لا نطلب منكم شيء واحد أن تخرجوا من أرضنا طلب واحد والسنوار يقول للجيش السهيوني طلب واحد أن تخرج من أرضنا ومفما حتى مساومة أخرى أما هذه الحلول المرحلية والحلول والله يهدنا في فترة معينة وبعدها ونرجع ونشوف هو الأمريكان والصهايين هذو ما تجار ما عنده وكالعقلية تجارية الأمريكان يعني نمشي المرحلة الأولى نشوفه صفقة صغيرة وبعد نمشي المرحلة الثانية وندخل فيه تفاوض إذا دخلت في التفاوض واعترفت بالعدو متاعك على أرضك خسرت القضية إذا اعترف المقاوم بالعدو فقد خسر قضيته وهذه فهمها السنوار ما يلزمكش تعطي ولو نصف انتصار للعدو هو شي منه كان يتصرف هكذا في الثورة الفيتنامية ونال كل ما أراد رغم التضحية الجسيمة أبو البيبة حذر لنا حاجة على كتاب يحيى السنوار طالبي نوبر هيا علش والله يمطرح به شوف على خطر راهو نحب نقول لكم بولبيبة سلم لا يتحدث إلا عن الكتب اللي يبدأ قراءها كاملة أكيد جدا يكون قراء الكتاب فنحاول بولبيبة كيفاش نقرأ الكتاب شفت أنور غايث يقول راهو الأستاذ بولبيبة سلم أعطى شوية من جملة جولدا ماير ما كاملهاش لهو العرب لا يقرؤون وإذا قرؤوا لا يفهمون وإذا فهموا ينسون ينسون هي مع الاعتبار الوقت الاختزال الوقت توا واثنين وخمسين دقيقة نحكيوا على كتاب ولا كتاب هنا والله على علاقة صحيح بهذه المعركة ومش نرجعه غدوة أبو البابا إن شاء الله هذا اللي كتاب يخل الغدوة إن شاء الله هذا خطر خطر بي قوحكم اللي لا قاعد سيبوا البابا بشار جاعة ومشتر هو كتاب طبعا محمد حسين هيكل مفكر محمد حسين هيكل كتاب أكتوبر 73 السلاح والسياسة أو كيف خذلت السياسة السلاح هنا طبعا تشوفوا نقاط محددة اللي تفيدنا في فهم ما يحصل اليوم احنا تورعو حتى اختيار الكتب يا سماع دي مع العلاقة بما يحصل في غزة وفي المواجهة مع الكيان الصيوني باش نكونوا معناها ليس بمعزل عن ذلك طبعا هنا لاش أركز طبعا بالنسبة لحسين هيكل ما نقاط كيف خذلت السياسة السلاح يعني لأول مرة العرب ينتصرون انتصار كاسة على الكيان الصيوني في حرب 73 اذكرنا هذا مع سعدين الشير قائد قائد أركان حرب الخوات المسلحة وبنجوريون قال كلمة اللي هو مؤسس الدولة الصيونية اللي هو أول رئيس حكومة إسرائيل قال إسرائيل إذا خسرت حرب ستنتهي لذلك عندما استشعروا الأمريكان بهزيمة إسرائيل سارعوا بإقامة جسر جوي عملاق وقتها لإنقاذ الكيان الصيوني وخلقوا ثغرة الديفرسوار وشنوه قال وقتها السادات قال وقتها كالعبارة الشهيرة قال أنا راني لقد تم فك الاشتباك ليس مع إسرائيل أنا فككت الاشتباك مع أمريكا لأنني قال واجهت الولايات المتحدة الأمريكية ولم واجه إسرائيل هذه قالها لحسنين هيكل حسنين هيكل يا ربي هكذا وبعد قال فهمت أن هذه الحرب كانت هي حرب تحريك وليست حرب تحرير كان وكأن هناك يعني كان يريد السادات تحريك يعني قيام بعملية محدودة من أجل الوصول إلى اتفاق مع الكيان الصيوني وهذا تقريبا وهذا طبعا حتى المصادر العديدة ذكرت حتى في علاقة بما قاله يعني كيسنجر فيما بعد قال كان هناك نعم قال كان حسنين هيكل عفوا كان السادات يبحث عن انتصار صغير ولذلك كيسنجر ذهب مرتين للقاء السادات من أجل الوساطة وإيجاد حل بعد محاصرة القوات المصرية وقال بأن السادات في البداية يعني قدمت له بعض المطالب وقال لما ذهبت في المرة الثانية وقدمت له مطالب جديدة يتحدث حسن هيكل عن كيسنجر قال فوجئت لما التقيت السادات أنني نلت أكثر مما أردت قال أخذت أكثر بالمطوق للأسف هكذا نحن العرب هو طلب منه طلبين وافق على أربع وافق على أربع مطالب يعني كنت حتى أنا باشي على مزوج مطالب أساسية على علاقة بالجبهة هناك والهدن إلى غير ذلك قال فوجدت السادات يعني وافق على أكثر من هذا معنا لهنا وحمل كيسنجر رسالة من السادات إلى جولداماير وهذه الرسالة تتضمن يعني فيها دعوة إلى معناها بدأ صفحة جديدة وإلى ضرورة صحب القوات الصهيونية من غرب القناة إلى غير ذلك وفيها استعداد يعني هذه الرسالة يعني فيها استعداد لبدأ صفحة جديدة أو لنهاية الحرب فوجئت جولداماير بهذه الرسالة وطبعا قراءتها على مجلس حكومتها إلى غير ذلك وكانت وقتها جولداماير تبحث عن تحقيق إنجاز ما قبل الانتخابات الإسرائيلية فقالت وحضر اللقاء كيسنجر اللقاء عندما حضره كيسنجر سألت كيسنجر لماذا السادات يفعل ذلك ما الذي يدفعه إلى ذلك كيسنجر وهو أخبث خبيث جدا وكان يدرس في هارفارد كان يدرس في جماعة هارفارد العلوم السياسية قال بأن السادات يبحث عن انتصار صغير ويريد أن يظهر أمام الرأي العام المصري أو العربي يعني ويحمل رأية النصر وأنه حقق إنجازي لغير ذلك لابد أن نعطيه هذه الفرصة فوافقت فيما بعد قالت إذا كان الأمر كذلك فلا بأس لكن لكن هنا الحاجة اللي نحب نقولها هي بالحق معناها قولها في الزيارة لا نساء أقولها الحاجة بالحق اللي نحب نقولها هنا اللي نتعلموه هنا من هذه الحرب طبعا تم فض الاشتباك والسادات ذهب يعني يعني ألقى خطاب في المرلمات المصري لغير ذلك وقتها وبدأ التفاوض بعد ذلك حول يعني معاهد السلام لغير ذلك وقال أن يسجر صديقي وتحول إلى صديق وما صديقي لك كرر عبارة صديقي أكثر من مرة هيك الاستغرب يعني كيف يكرر عبارة صديقي شو صديق هذا عدو أمريكا عدوة كيف تكون صديق أمريكا ليس لها صديقاء أنا ذكرتني هذه في حاجة مهمة جدا يا سماح مفاوضات السلام هي أين دارت بين الفيتناميين وأمريكا وهذه يذكرها هيكل دارت في باريس لما دارت في باريس الفرنسيين وغيرهم أنا أحبوا يعني والأمريكان عرضوا على الفيتناميين يعني أن يأتون للقيام بسهرة هناك في النزل اللي بيش يحتضرنا المفاوضات هنا مفاوضات طبعا إنهاء الحربي لغير ذلك فالفيتناميون رفضوا رفضوا وجاتهم التعليمات حتى من هوشي منك كما هم زيادة رفضوا قالوا نحن لم نأتي هنا لنسهر معكم ولا لتبادل ولا لتبادل الأنخاب معناك ولا لنشرب الخمور ولا للعشاء نحن جئنا لهدف واحد هو أن ندقك كيف تنسحبون من أرضنا وانتهى الأمر لننسهر معكم ولننقض هذا ما صارش مثلا في مفاوضات أوسلو مفاوضات أوسلو يعني المذكرات بتاع مفاوضة أوسلو معنا معيبة يعني بعض الأطراف المفاوضة الفلسطينية يعني يعني كانت أنت كيف يعني إذا العدو اعترفت إذا اعترفت بعدوك ماذا ستنال منه لا شيء ولكن نحن الفلسطيني الآن يعانون من اتفاقية أوسلو الفيتناميون كما قال هيكل نالوا ما أرادوا لأنهم هذاك عدو لن لا أسهر معه ولا أتبادل الأنخاب معه ولا أعطيه الفرصة حتى للسهر أو ما شبه ذلك جئت لمهمة نجلس على طويلة المفاوضات لترتيب انسحاب القوات الأمريكية من هناك وانتهى الأمر نحن للأسف لا نقوم بذلك السنوار فهم جيدا فهم جيدا ما قاله السنوار يريد نصرا كبيرا نصرا يريد انسحاب الجيش الصهيوني يريد كما قال هوشي منه نريدكم أن تنسحبوا من أرضنا أن تخرجوا من أرضنا وإذا لم تخرجوا فلنمت يعني وليحموا البندقية أبناؤنا من بعدنا وقالها هوشي منه بهذه الطريقة نفس الشيء العقلي العقيدة القتالية نفس الشيء للسنوار نحن لن نستسلم وقالها ذي للوسطى العرب مؤخرا لن نستسلم وسنقاتل إلى النهاية سنقاتل إلى النهاية والمطلب الرئيسي هو انسحاب الجيش الصهيوني من غزة ومن فلسطين يعني هنا المقاومة الفلسطينية عجبني فيها بالحق قادة المقابة لذلك هو السيد حسن صلى الله أشهد بالصلابة السياسية للسنوار شكرا شكرا لك أبو البابا سيلم شفت كيف سكتنا أبو البابا فوتنا الوقت أو تعدينا الوقت الأخبار شكرا جزيلا أبو البابا كثير من ثلاثة في المتابعة شكرا لكاتيبة على مسؤوليتك شكرا لكل ما تابعنا الليلة من تونس غزة فلسطين جزائل مغرب موليتانيا فرنسا دنمارك تشاد اليمن إسبانيا نرويج إيتاليا الولايات المتحدة الأمريكية تشيك بلجيكيا كندا إسبانيا اليمن لبنان البحرين سلطنة عمان كوريا الجنوبية الكويت السنغال